أحبطت وحدات من جيشنا الباسل محاولة مجموعة إرهابية لاعتداء على فندق الكارلتون في مدينة حلب القديمة وأوقعت كامل أفرادها قتلى ومصابين استفاقت مدينة حلب اليوم على صوت تفجير إرهابي استهدف القسم الغربي لفندق الكارلتون عن طريق حفر الأنفاق وتفخيخها في محاولة منهم التسلل إلى هذا الفندق ولكن خاب فألهم لوجود أبطال الجيش العربي السوري الذين كانوا لهم بالمرصاد قامت المجموعات الإرهابية صباح اليوم بتفجير فندق الكارلتون وحاولوا اقتحام الفندق بعد تفجيره فقامت عناصر بواسلنا بصد الهجوم وتكبيدهم خسائر فادحة وصلنا معكم مشاهدين إلى أحد الممرات داخل هذا الفندق الذي تضرر من جراء هذا التفجير كما تلاحظون البناء الثري وتم الحاق الضرر به من جراء التفجير الأرهابي هو التخريب الممنهج لأثار مدينة حلب القصر العدلي أولا واليوم فندق الكارلتون الذي يعد من أهم المعالم الأثارية لمدينة حلب بدر جدعان التلفزيون العربي السوري حلب